هذا ويعد أنفاذ القانون بحق مخالفي ارتداء الكمامة في المحلات التجارية والأماكن العامة أمراً أساسياً من أجل تعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وفي هذا الإطار تأتي جهود مديريات الشرطة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة يعد الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا العامل الأساسي في إنهاء هذه الأزمة باعتبار أن تحمل الفرد لمسؤولية التزامه بالتعليمات والإرشادات هو خط الدفاع الأول وفي هذا الإطار تأتي عملية إنفاذ القانون من خلال قيام الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف القرار الإلزامي بارتداء الكمامة الوقائية في الأماكن العامة والمحلات التجارية ارتداء الكمام من قبل المواطنين والمقيمين في الأماكن العامة والمنتزهات والمحلات التجارية يعاد جزء من الإجراءات الاحترازية التي نقوم بها للحد من انتشر هذا الفيروس حيث تقوم ذات الداخلية بعمل حملات لمخالفة الأشخاص الغير ملتزمية بهذا القرار وأيضا تقوم بحملات توعوية بعدة لغات لتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية لبس هذا الكمام والالتزام بالتباعد الاجتماعي فيما بينهم في الأماكن الذين ذكرتها وأدعو المواطنين لبس الكمام وعدم التراخي في تنفيذ هذا القرار واستقاء الأخبار من المصادر الرسمية وعدم أختم المصادر الغير رسمية ويبقى الالتزام والتقيد بالإرشادات أمرا بالغ الأهمية خاصة حين يتعلق بصحة وسلامة الإنسان الأمر الذي يتطلب أن تكون مبادرته بيده كان يتباعد اجتماعيا ومن تلقاء نفسه عند أي ازدحام ويلتزم وبكل دقة بالتدابير الوقائية